اهلا بكم مرة تانية. انا عرضة بنتكلم عن مشكلة يعني بدأت تظهر خلال الفترة الاخيرة بشكل كبير وبدأت لاحظها مع كتير من الاتصالات اللي بتجيني من خلال رسائل الصفحة على فيسبوك وبعض الناس اللي عرفها يعني بدأ يظهر معهم مشكلة دي بشكل يعني ملاحظ الفترة اللي فاتت. المشكلة دي باختصار هي ضعف المايك يعني الشخص اللي بيتصل بيك او بتكلمه من خلال مكالمة عادية او من خلال رسالة واتساب او اي حاجة المايك بيشتغل فيها. الصوت بيبقى ضعيف بيوصله ضعيف وبعيد وبيقطع. واحيانا في بداية المكالمة بيحصل انه بيبقى فيه الصوت بيبقى مقضوع تماما بيبقى مش واصل تماما لمدة مثلا خمس ثواني عشر ثواني فانت بتفتكر ان في مشكلة في الشبكة او في مشكلة في الموبايل. المشكلة دي نتجه عن تلف المايك الاساسي اللي جنب مدخل الشحن. واحنا طبعا عارفين ان كتير او معظم الموبايلات حاليا بقى فيها اتنين مايك. مايك اساسي جنب مدخل الشحن. والمايك التاني فوق جنب الكاميرا او في الفريم الخارجي اللي فوق يعني في الجزء العلوي من الموبايل ده بيبقى مايك عزل الضوضاء. طيب المشكلة بتحصل انه لما المايك الاساسي يبوز نتيجة انه دخل له مية او تصرب له مية او حصل له تلف لاي سبب. انه بيبتدي يتعامل مع المكالمة بمايك عزل الضوضاء. طب ببساطة وبشكل سريع كده انا بحاول ان انا اعمل صوت للمايك الاساسي اللي جنب مدخل الشحن ما بيلقودش صوت بشكل واضح. الموجة بتبقى ضعيفة شوية. وبتبقى يعني مقطعة زي ما احنا شايفين. ولكن انا لما بقرب ايدي او مصدر الصوت لمايك عزل الضوضاء. بيبتدي الصوت يعني بشكل كبير. والسوفتور هانا بيتدخل عشان يازل اه الاسوات. ولكن طبعا لما يكون في مصدر صوت قوي جنب مدخل المايك الخاص بعزل الضوضاء بيبتدي ان هو وضحها بشكل كبير ويوضح للطرف التاني. حل المشكلة وتوضحها بشكل عاملي على الهاردوير. لما بنفتح اي مبايل في اتنين مايك بنلاقي في اه المايك الاساسي على بوردة الشحن او مدخل الشحن او جنب مدخل الشحن الاتنين بيبقوا متصلين على اه بوردة واحدة. اما الم الخاصة بعزل الدوضاء بيبقى موجودة على اللوحة الام جنب مربع الكاميرات او في الفريم الخارجي زي ما احنا ملاحظين. طيب حل المشكلة ببساطة ان احنا بنغير القطع دي بين شيلها وبنغيرها. القطع دي شايلة ما باتخل الشحن وشايلة بعض الاجزاء واحيانا بتبقى شايلة اه درج الشريحتين في بعض الاصدارات زي المي ليفن تي. حل المشكلة باختصار ان احنا نغير القطع دي على بعضها بوردة الشحن او ان احنا نغير المايك على البردة الاصلية ونحتفظ بالبر اوكي ما فيش اي مشكل خلص الشحن في المتناول يبقى من خمسين لميت جنيه على حسب اه الموديل ولو مش متاح حواليك الجزء ده او القطع دي تقدر تشيريها من على تبحث باسم الجهاز وجنبيها او اي ان كان الاسم اللي تبحث به هتلاقيها وهتلاقي مجموعة كبيرة جدا من قطع الغار لأي حاجة تخطر على بالك هتلاقيها على على طيب حل المشكلة لو انت مش عايز تفتح موبايلك ومش عايز تغيره ومش عايز تخش في متاهة التعامل مع فنين السيانة ان انت بستخدم في المكالمات يا اما اه سماعات البلوتوث الترو ويرلس او تستخدم سماع سلكية لو موبايلك في مدخل ثلاثة ونصف ملي او لو موبايلك بيدعم اه سماعات السلك من خلال مدخل الشحنة بسي تستخدمها بمنتهى السهولة ومش هيقابلك اي مشاكل ولكن طبعا زي ما احنا عارفين ان معظمنا بحب يستخدم موبايلك بشكل حر كده من غير الهند فري طيب ده كان حل المشكلة واسبابها باختصار وتكلفة السيانة لها يعني في معظم الاحوال ما بتعدش المتين جنيه او العشرة دولار فارجو اللي قابل المشكلة دي او اللي عنده المشكلة وعمل تست كده على تسجيل الصوت بنفس الطريقة اللي عرضناها في الفيديو ويكتب لنا في الكومنتات ويصلح الموبايل في اقرب مركز خدمة او مركز خدمة او بشكركم جدا والى اللقاء السلام عليكم